قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي قال إن حفل التأبين للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان فرصة لناس تذكير بكل الفخر إنجازات هذا الرجل على الصعيد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى صعيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع فقد نذر نفسه للسير على هدى والده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة طيب الله ثراه فحمل الأمانة واطلع بالدور الكبير في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة هو وإخوانه حكام الإمارات الكرام وأعرب خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن عزائه لشعب الإمارات وأسرة آلنهيان الكرام في هذا المصاب الجلل موضحا أن ذكراه ستظل خالدة تقتدي به الأجيال وأكد ثقته بأن الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سيسير على نهج والده طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان وكذلك سيرة ونهج أخيه الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان طيب الله ثراه